أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رؤى وأحلام تقديم هندة عبدالهدي النهاردة معانا رمز بيجي لنا في الحلم وهو العرصة العرصة لما حد يحلم بيها بيبقاي مش مائز جداً ومتدايق عمتاً رؤية العرصة في المنام هي حاجة مزمومة ومن الرؤى الغير محمودة يعني لما بتيجي تعرضها على مفسر الأحلام ما بيبقاش مرتاح وانت بتقولها إلا في حالة واحدة بس وديت هنبينها لإن رؤيتها بتدل على المشاكل والهموم وجود ناس خبساء جداً جداً في حياتك يعني مثلاً المتزوجة لو شفتها على فراش الزوجية يبقى تعرف إن فيه واحدة تانية في حياة جزها والله وأعلم لو شفتوها في المطبخ لو شفتوا العرصة ديات موجودة في المطبخ يبقى أنتوا هتتعرضوا والله وأعلم لمشاكل مالية لإن وجودها بيبقى أزمة في حد ذاته بيسبب أزمة وبيسبب توطر كبير جداً وتوجدت في بيت من البيوت وكمان بتدل على الحسد الرهيب طيب لو حد العرصة ديات شافها في البيت يبقى هو داخل على مشاكل كتيرة جداً ممكن هيتعرض لها في حياته والله وأعلم لو حد فيكم شاف العرصة ديات ماشى جنبه في الطريق يبقى أنت هيبقى فيه في حياتك سيدة قاسية القلب ستة هيبقى قلبها آسي جداً في حياتك ربما تكون الزوجة أو أنكم لما بتدخله في مشاكل أو في حوار ما بينكم هي ما بيبقاش قلبها هلين فتعرف إن هي قاسية القلب طيب لو البنت شافت شاب والشاب دوت شايل العرصة دي طيب نفترض إن البنت ديت مقبلة على الزواج وبتعمل صلاة استخارة وشافت الشاب دوت في الحلم أو في الرؤية دي وهو شايل العرصة دي على إيده يبقى تعرف إن هو شخص قاسي جداً في الطبع وربما يكون ظالم والله أعلم أو إن قلبه آسي عليها بعد كده فدي عشان كده رؤية غير محمودة طيب لو حد استاد عرصة حد حلم إن هو في مسيضة واستاد عرصة أو بأي شكل استادتها يبقى في الحالة ديت أنت هتحصل على مال ورزق كتير جداً جداً ربما توصل يعني توصل لصروة أنت الله وأعلم كنت تدعي ربنا كتير إن ربنا يرزقك بيها هتجيلك بأمر الله لو حلمت بالحلم دوت بأمر الله اللي هو صيد العرصة رؤية العرصة بتبقى محمودة إمتى يا جماعة زي ما قلت لكم لو حلمت إنك إنت بتستادها أو بتقتلها لو حلمت إنك إنت بتقتل العرصة في المنام يبقى أنت بتقضي على كل الهموم والمشاكل والمتاعب اللي أنت مرد بيها في حياتك وبتبتدي لدخولك لمرحلة جديدة تانية خالص خير عليك والله وأعلم طيب لو ست حلمت إن في عرص كتير دخلت البيت يبقى الله وأعلم مشاكل وهم وهتبقى المتسبب فيها سيدات هم المتسببين في المشاكل والقلق اللي هي عايشة فيه طيب لو شفنا العرصة ديت موجودة في بلد ما أو في البلد اللي أنت عايش فيها أو في الممطقة اللي أنت سكن فيها يبقى لقدر الله هيصيب الممطقة ديت أو البلد ديت مرض ما أو مشكلة عامة في اقتصادها المهم ان البلد دات هتتعرض لمشكلة صعبة والله واعلم وبكده نبقى قدرنا نقول لكم النهاردة ايه هي الدلالات او معنى تفسير وجود العرسة في المنام ايه ويا رب ان شاء الله محدش يحلم بيها الا هو يكون بيستدها لان دات احسن حلم او تقتلها غير كده ربنا ما يرزقكوش برؤيتها ابدا ان شاء الله الى اللقاء في فيديو جديد مع برنامجكم رؤى واحلام